من فتن اقتراب الساعة علامات الساعة الصغرى المرتبطة بسلوكياتنا وأخلاقنا واللي يهمنا جدا نعرف نتعامل معها ازاي علامة تقارب الزمان قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان حتى تصير السنة كالشهر والشهر كالجمعة يعني اسبوع والجمعة كاليوم واليوم كضرمة النار ضرمة يعني رمية ورقة شجرة في النار على طول تتحرق اليوم بيعمل كده بسرعة جدا أقولك على حاجتين في التعامل مع فتن التقارب الزمان أول حاجة ثبت روتين يومي الروتين اليومي ده يبنيك ويبعت أعمال صالحة تقابلها في ميزانك يوم القيامة يعني ايه؟ يعني انت عندك روتين يومي انت طالب أو بتشتغل فانت عندك التمن ساعات بتاع الشغل مثلا دول روتين يومي هم ثبتين كده كده هفكرك بس ترعي ربنا فيه لكن انت مثلا وانت سايق الصبح أو راكب المواصلات عندك ربع ساعة ولا نصف ساعة بتسمع حاجة روتين قدسه واهتم منك انت تملك جهاز بتاعك سواء كانت تليفونك ولا mp3 تملاقه بقرآن أو بحاجة نافعة ايا كان بس حاجة تبقى بتبني فيك وتبقى مقدسة ثبت صفحتين قرآن يوميا مش هياخده منك خمس دقائق أحبوا الأعمال إلى الله كما قال صلى الله عليه وسلم الحال المرتحل بيختم القرآن ايا كان في وقتها دي ويبدأ من الأول تاني وتبعت كل يوم لميزان حسناتك تسعة تلاف حسنة عدد الحسنات اللي في صفحتين قرآن وتتعرف على ربنا من خلال كلامه ويحصل أنوار كده في القلب فانت بتبني نفسك بالروتين ده وبتبني ميزان حسناتك بما إن الزمان بيتقارب وفجأة الواحدة إليه نفسه بعد عمر طويل إن شاء الله في الخير بيقابل ربنا حاجة كمان تانية بمناسبة الوقت اللي بيجري بسرعة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام رسم للصحابة مربع كده وقال هذا أجل ابن آدم فريم كده مش هيعرف يطلع بره ربنا مقدره ولسم خط من جوه طلعه بره المربع ده وقال وهذا أمله فبينما هو في الأمل طموحاته إذ جاء الأجل فالعلماء بيقوله هو النبي مش بينها هنا عن الأمل لكن بيطلب منك فعمرك السريع ده خلي أملك في حاجة ترضي ربنا لا فيها أذية الحد ولا فيها إرش حرام ولا فيها إفساد في الأرض خلي الأمل دايما لو الأجل جي في وسطه يبعث المرء على ما مات عليه ترجمة نانسي قنقر